السيد المسيح بيظهر بصورة مباشرة كل إنسان يطلبه في الجيل الأخير انطلبته بصدق هيظهرك لأنه ألف كتابه تطلبوني فتجدوني إصد طلبوني بكل قلوبكم هو أم الأموات لم كل عظامه خرج من المقابر وكل اللي بيؤمن بيه بيخرج وراء من المقابر وانطلبته بصدق هيظهر لك هيظهر في قلب غرفتك ويقولك أنا هو إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون أنا مفتاح الدخول للسماء وكل من يؤمن بيه ينول النعيم أما كل من يرفضني لن ينول النعيم بل يمكس عليه غضب الله هو هيقولك كده هيثبتلك ببرهين كتيرة هيكلمك من كل مكان من الحطان من الأنوار من الظلمات من الببان من الورق هيكلمك من كل حتة هيحوطك بروحه القدوس ويحصرك بحبه وهيقولك أنا غفرت كل زنوبك محيت كل خطيات ارجع إلي لإني فيديتك إن اعترفت بدمه على الصليب فأنت تتمحي كل الخطايا اللي عملتها على مدار حياتك من بدايتها اليوم الرحيل لإن هو مات على الصليب من أجلك لفعت من كل خطيات الطعم بالحربة في جنبه إيدي المسكوبة تشهد عن حبه ليك إيدي المسكوبة تشهد عن حبه ليك هو مدد لك دراعه بيقولك آمن آمن فتخلص لإن هو عايز مش عايز يرياحك بقى عايز يمكزك من الجحيم الحكاية فيها سماء ونار إن أمنت بيه تخش السماء أما انرفضته هتنزل الجحيم الوقت تقريب اتبع الحي وما تتبعش الميت اتبع الحي وما تتبعش الميت صلي معايا الصلاة دي إن كنت عايز تسلم حياتك لي يا الله إله إبراهيم إله إصحاق إله يعقوب الإله اللي شق البحر قدام شعبه وخرجهم علشان خاطر يطلع من العبودية خرجني معهم من العبودية بؤمن بيك إنك موتت على الصليب من أجلي وقمت من بين الأموات طلعني من المقابر معاك خرجني من وسط عظام الموتى اليوم بسلم لك كل حياتي بسلم لك كل أسرتي بسلم لك كل مشاكلي بروحك المقدس طلعني من الظلام للنور آمين آمين إن صليت الصلاة دي كتب اسمك في سفر الحياة ليك حياة أبدية اضمن حياتك الأبدية هو ده الكلام المكتوب في الكتاب المقدس وده ملخص كل الديانة المسيحية إنك إن أمنت بالسيد المسيح تخلص أما إن رفضت السيد المسيح فلان تخلص وإلهنا إله أفعال مش إله أقوال وهو حاضر في الوسط الآن وروحه أصد روحك وهو يشهد أمام ضميرك بص في عيوني وإنت أتعرف إن روحه هو اللي بيكلمك أنا ما بكلمكش ولو إنت بتتبع الصفحة والفيديوهات من أولها اعلم يقيداً إن الكلام اللي مكتوب فيها صد والناس اللي بتهجمني ليه مع نهار لإن الكلام اللي أنا بقوله صد لو الكلام اللي أنا بقوله مش صد ما كانتش الناس هجمتني الكلام صد الكلام حقيقي إحنا في آخر حلقة قبل ما جاء نهاية العالم وفي الحلقة الأخيرة في المسلسل بتبقى المغامرة الكبرى والحرب بين الخير والشر مفتوحة المظهر وكل الكاميرات هتطورها ويكون خبر على خبر فالعريس هياخد عرصته ويطلع بيها إلى موراء النجوم والمعزيم هتسلم على بعض والأنوار هيضفي ويكون يوم واحد كألف سنة إحنا في الأيام الأخيرة خش في الكنوحة تانية قبل نهاية العالم استعدوا للقاء إلهكم